استهداث مئة ألف منصب شغل في غضون السنتين المقبلتين مع زيادة عدد المؤسسات المصغرة من 25 إلى 45 مؤسسة لكل ألف نسمة أيضا زيادة نسبة المقاولين الحاصلين على شهادات جامعية لترتفع من 23% من العدد الإجمالي للمستفيدين من مساعدة الدولة إلى 50% كحد أدنى ولتحقيق هذه النسبات ستطلق مراكز تطوير المقاولاتية على مستوى الجامعات من أجل مرافقة الجامعيين الحاملين لمشاريع عبر توفير تكوينات مكثفة لهم في مجال المقاولاتية ومن خلال السماحة لهم بالاستفادة من التمويل كما يمكنهم الاستعلام حول السياغي الاستفادة من التمويل ومن مساعدات الدولة إضافة إلى توفير معلومات حول الجباية وكيفية الاستفادة من الانتيازات في هذا المجال المنصة الإلكترونية الجديدة مقاول .dizard التي ستطلق في العاشر من الشهر المقبل لها قاعدة بيانات من شأنها توفير كافة المعلومات المتعلقة بالمقاولة في الجزائر لحامل المشاريع أهداف سطرتها وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسة الناشئة والمؤسسة المسغرة أعلن عنها المسؤول الأول عن القطاع ياسين المهدي وليد خلال ندوى حول موضوع المؤسسات المسغرة نحو نموذج اقتصادي مستدين